كابتن عمر يعني من نظراتك من ساعة ما انت دخلت من نبرة صوتك وانا حاس ان انت متضايق قوي على تعادل الاهل النهاردة مع سرمي نفسار جعل عب والله العظم نفسار جعل عب يال الدرجة دي اه طبعا لو هي الدنيا كور عالية واللي انا شايفه ده ده انا يتعمل لي تمثال فعلا اه طبعا يعني انا حزني او زعلي على الناد الاهلي كان الناد الاهلي اسم الناد الاهلي اللعبة اللي موجودة انا اسمعت حضرتك في الفصل ايا كان في ايه طول عمرنا بنفصل طول عمرنا جوه في الاوضة بيسمع الكلام وبنفصل كان بيبقى في مشاكل مشاكل كتيرة هقولك على حاجة عمرك ما تسمع الكلام يتقلك زي ما احنا اسمعناه انا وبالدهب ومشير وايوب كان اللي بيلعب باستمرار الكابتن جمال السيد وكابتن علعب صادق اه احنا اسمعنا الكلام من الان هاريس او لما جيه 93 انت لسه جاي انا لو موجود ما كنتش جيبتك تتقلنا مشير ممكن ما تلعبش ايوب اما تيجي الفرصة اابو الدهب انت اصلا جايبينك باكرايت فاللي موجود ابراهيم حاسم ما احتفظنا بالالقاب فعلا ده كم بيتقلكم كده وش بقولك قعدة فيها طبعا اه وهو بيقول الكلام ده خلاص انت سمعت كلمتين يعني خد شنطتك وروح طب انا جاي من نادي بلعب ما يجيبوش اي حد يفكر ان نادي التمرين مش مطش انا جاي يلعب انت بص احنا واحنا جوه غرفة تخلق الملابس القديمة انت ما بتبصش على البرواز الخشب اللي في الاسماء عشان انت مش موجود انت مش موجود فانت مش عايز تبص وفجأة الراجل طبعا ربنا الدروس صحة الدكتور علاء شاكر قال لي اما هجيلك لو انت مش مستفيد من اللي قالهولك زي ما بيقولوا الالم اللي معلمش اوه انا بالنسبة لي كده انا هو اواني فاشتغلت على نفسه ببتت اتمرن برا عند الدكتور علاء واشتغل بقوة في اي لحظة تيجي وفعلا بقى خمس ماتشات على الدور الاول ولا ست ماتشات والراجل بلغنا لا كان في نهاية الموسم ست ماتشات احنا اللي هنلعب كابتن علاء اتعور وجمال خد انزرين وهلعب انا ومشير في الوقت دوت لعب كابتن اسامو عربي مكان هادي ولعب هادي لبرو لعب انا ومشير ما السكين غيرنا طريقة اللعب اللي هي كتربعة اربعة اتنين لتلاتة خمسة اتنين فلعبنا باثنين ما السكين لنا ومشير وهادي خشب ورانا خلاص الموضوع منتهي اول كلمة مشير قال هالي قال انت عندك استعداد هنموت نفسنا لو خرج برا راح الحمام تروح وراء ارتقول اه موافق بدأنا بمطش الترسنة تلاتة شبين تلاتة القناة اتنين صفر المصري في برصاعد صفر صفر مبارة لاسماعيل اربعة تلاتة مبارة الشهيرة لكابتن محمد رمضان طيب اقول لك رد اللعيبة بتوع دلوقتي تمام انتو بكنش عندكم نفسين قوي بعكس دلوقتي المستوات متقربة كل الفرق بتدعم كل الفرق طبعا بتبقى عايزة توصل على الاقل للمربع الزهبي ما بقاش فيه فروق كبيرة ما بين الاهلي والزبالك والاندية التانية بعكس ايامكم لا انا ممكن اقول ايامنا احنا كنا جاعنين كورة لعبنا وماخدناش فلوس فالعبادية عشان بتاخد فلوس فمش فرق معاهم لا انا بقولها ايامنا احنا ايامنا احنا انا ما جيت من المحلة اتنزلت عن كل حاجة ان انا خش كيان الناد الاهلي وما اغتوجت حققت بس انت ايامك ما كانش فيه سوشيال ميديا تعود تهاجمك وتنتقدك وتقلق يعني وتحبطك زي ما هي زي ما يعني الاجواء اللي موجودة اللعبة دلوقتي بتشوفها انها اصعب كتير انما انتوا كنتوا اقولك الجملة اللي بتتقلي تمام ان اللعبة في جيلكو كانوا عايمين بتقولوها ايه على ايه مية الفتة فين الفتة دي الفتة ملقاش مية الفتة ليها صلصة ملقاش مية انا ما عرفش يعني الجملة تاريت لكلام من احد اللعبين فين ده مين اللي قال الكلام ده احنا كانت الكلمة اللي بيقولها لك كابتن طريق جوة تهد مش لعيب تهد فرق اما كان الخواجة يقولك كابتن طريق يقولك جوة لو الراجل قال القرآن قول امين وراه انت عايز اكتر من كده يعني انت مش مفروض عليك حتى انك تتناقش تعرف انا ليل في ايه او انا ضعيف في ايه تدلوتي بيتعارف انت مأثر في ايه وتقدر تزود نفسك ازاي اما يبقوا 7-8 سرد بكاته انت عايز تلعب هو ده الطموح وهذه المنافسة انت عايز تلعب وبتتمنى ومبسوط وشاطر وبتسعى على نفسك وتشتغل على نفسك ونفس الوقت بتتمنى الفوز للفرق كل الكلام ده بس في نقطة اسلام مهمة الصحفي اللي كانت ايامنا الاسماء الكبيرة كانت موجودة لو واحد كتب كلمة كلمة ايه نقطة على اسمك راح اسمك في الواب الاسماء الكبيرة اسماء كبيرة كبيرة لو كتب عمود يعني مثلا مرة من المرات اتكتب عني استاذ عبد مجيد نعمان انت هتتكلم في مين استاذ مهر فاهمي من شوارع شبرة من شوارع روض الفرق للعالمية ببرشلونة انت هتقول ايه بتقص كتاب بتقص ورق وتعمل بيه البوم ليك استاذ محمد جبر رحمة الله كان بيقولك ايه والحديد له رأي اخر وكان للحديد رأي اخر الحديد ينقص حمل اللقب انت مستني ايه كلام ده بيديك دفع يعني وانا في عز النادي الاهلي انا بقولها ام انتها الامانة مش محتاجة ان انا اجملها احد الصحفيين بقول لي اعمل كده ما كنتش عارف دي يعني ايه كنت عندي واحد وعشرين سنة مش عارف ان انا جاي من المحلة زي ما بيقول لك جاي من ورا على طول على النادي الاهلي انت محتاج انك تحقق انك صفقة نكحة محقق انك انت تحقق وتشيل واول مباراة ليك افريقيا ماتش صاحل عاج تروح الماتش اللي هناك واحد واحد هنا واحد صفر عدل عبر رحمة اول حاجة ترفعها كاس افريقيا بعد كده دوري في دوري في دوري في كاس في بطولة عربية في صوبر في نخبة هو ده حتى لو المدرب يعني المدرب متواضع اسمه هو مين اللي عمل منو الجزي النادي الاهلي مش مين اللي عمل فريق النادي الاهلي هو كولر مدرب متواضع